أهلا بكم أهلا بكل مشاهدي قناة نوباشر مع حنف وزي ما تعود في نفس المعات كل يوم حكاية جديدة بس حكاية مستخبية حكايات تحمل بين جوانبها أسرار عميقة حكايات بتأبننا كل يوم في كل شارع داخل كل بيت خلف كل باب وعيون تخفي أسرارها أسرار ستكشف وأخرى ستبقى طيج جدمان حكايات مستخبية مع حنف السيد لو نطلق نعرف اسمه ولا عنوانه ولا أي شيء إحنا اللي همنا منه حكايته يحكيها يفطفض معاني خلي برقب الإنسان لما بيتكلم بيستريع ده في مثل بيقولك الجنة اللي من غير ناس ما تنداز يعني الواحد ما عرفش يعيش لوحده وفي السجون لما يحبوا يعقبوا حد بيدخلوا حبس مفراضي يعني حبس مفراضي يعني يبقى في زنزانة الواحدية أشد عذاب الإنسان محتاج دايما عشيرة وناس يكلمهم ويكلمون قناتنا مش بالكلام بس لا ولا بالفطفة ده بس لا إحنا متخصصين في الحكايات أو في الحكايات المستخبئة اللي صاحبها مش عايز يقولها الحد ولا عايز يعكيها ولا عايز يتشارك مع حد فيه بس يتعباه مخلياه مش قادر يستريح ولا عارف يعيش ولا عارف يمرس حياته وأحيانا ضميره بيكون بيأنبه على فعل ارتكبه لكن خايف أنه يصارح للنازل إحنا بنقوله احكي معنا افشي سرك ما إحنا مش هننسألك انت مين ولا هنعرفك انت مين بس تصدقني لما تتكلم معنا هتستريح لما تشوف الناس تعليقاتهم ايه وتسمع وجهات النظر امكن تلقى الرأي اللي رياحك مهمش كل الناس زي بعضيهم أكيد هتلقى فيه ناس اللي بيلتمسوا العزر وهتلقى ناس بتتنمر عليك ده شي طبيعي البشر ما بيكتمعش على حاج بس تصدقني في الأول وفي الآخر انت هتستريح تعال نحكي قصة الشاب اللي بعتها وهو للأسف حكايته ما انتهيتش حكايته هتبدل تقنب و الغد ما يدخل قبر مش هيقدر يعمل فيها حاجة خالص لأنه هو ما يعرفش نهايتها ايه هو عمل حاجة مع الزباه ومأنباه أولا لأنه عملها ثانيا انه ما يعرفش النتيجة اللي ترتبت على الفعل اللي هو عمله ايه ما يعرفش ايه اللي حصل يا ترى حكايته دي هتكون نهايتها ايه لا احنا هنقدر نقول له ولهو هيقدر يعرف لأنه مش هيقدر يدخل ويسأل على المصيبة اللي هو عمله تعالى نحكي اكايت الشاب ده الشاب ده شاب سافر خلص دراسته سافر للقاهرة خلص كليته وربنا كرم وخلص ربنا كرم وخلص ناقص ايه يقدر خدمة العسكرية ده واجب وطن على كل شاب خلص خدمته عايز يكون نفسه اي شاب عندنا نظرا لظروف الاقتصادية محتاج يسافر دولة اللي هو اسمه عقد عمل والده والدته ساعدوه بقرشين حلوين قدر انه هو يلاقى عقد عمل ويسافر دولة من دول النفط لا داعي لزكر اسمع وهتعرفه ليه سافر هناك هو الولد ده طول عمره اجتماعي يحب الناس ويحب يقعد ويحب يتكلم مش انفراضي ويحب الوحدة لا لما تاخد واحد من بيئة هو انسان اجتماعي توديه بيئة غريبة عنه في دولة غريبة ما يعرفش عنها حاجة بيحس بقلم الغربة بيحس انه وحيد فراغ حواليه هو عايز محتاج يكلم حد بس هو ما يعرفش حتى لهجتهم لسه ما تعودش عليها وربنا رزقه برب العمل انسان صعب جدا في تعامله ما هو فيه ناس يا جماعة تلقاهم ملايكة في تعاملهم وفيه ناس يقولك ده جاي ياخد خرنة ويرجع بيه على بلده يعني فيه ناس كتير قوي يقولك ده جاي يقدي خدمة بياخد مقابل قطر خيره وفيه ناس يقولك ايه هو لقى شغل ببلده ييجي هنا واللي ندهوله ما يتكلمش وكأنه جاي بيشحت منهم مش بيقدي خدمة الراجل ده كان من النوع ده اللي شايف ان الشاب ده جاي احنا بيدي لك فلوس وتحولها لبلدك احنا مش بنستفيد منك حاج ده ما هو الراجل شغال عندك الراجل كان بيعمله معاملة سيئة جدا للغاية وكان دايماً عطول يهينه ويتنمر عليه والشاب عشان له ام تلعيش ما ينفحش بعد ما ابوه دفع المبلده كله وصفره ييجي الوقت يرجع تاني ويقول لابوه ما استريحتش يا ابن انت راجل ولازم تعتمد على نفسك فقبل وتحمل علشان يقدر يكون نفسه وما يظهرش قدام زميله قدام ابوه وامه انه هو مش هقدم مسؤولين من خلال الشركة اللي شغال شغال فيها وهو كان محاسب كان بيتردد على الشركة دي مرات صاحب العمل وبنتها بنتها عندها 17 سنة وهي الست بيقول لي من ساعة ما شفتها لونة بتتكلم بالرمش والحاجل رغم ان هي ملتزمة باللبس العادي لكن عينها بتقول كلام وفعلاً لكانت بتشوف جثه هو بيتكلم معايا بسلوب مش كويس وبيشخط وينطر ويحب يباين جدام مراته وبنته انه هو يعني الموظفين عنده انه هو صاحب الشركة ويحب يبهداننا احنا المغتربين والست كانت بتبصلي ما بتتكلمش ولا تعلق وطبعاً صاحب الشركة ده كان على طول دايم الصفر علشان يجيب بضايع علشان يبعد بضايع علشان شغله دايماً الصفر وهو طبعاً هناك الدولة موفرهم كل شيء في التساهل في التجار في تساهيل وفي خدمات الدولة بتقدمها للناس أصحاب المشروعات في الوقت ده كانت بتتردد على الشركة في غياب جزهة الست ومعها بنتها لعندها 17 سنة وبتالي تتودد لي بتقول لي ما تزعلش والله هو طيب هو بس عصب شوية ده بيعاملنا كده في البيت برضو وانت قطر خيرك جاي هنا بسايب بلدك وسايب والدي انت متجوز ياملي فقال لها لا لقيت يا أصحاب تبصلي وبتقول لي طب يا ابني انت تغديت ولا لسه ستة كبيرة يا أصحانفي دي فاخر الاربعينات يعني من دور أمي قيت طب يا حبيبي تعالي أنا النهاردة هجهزتك أكل وتعالي كل علشان حتى تشوف بيتنا استغرفت إيه اللي ودينا بيتها بحيجة إن أنا غريب ونفسها هتوكلني علشان انت مصري وهي بتحب المصريين وفعنا روحت يا أصحانفي ولقيت الست الملتزمة اللي ما شوفش غير عينيها طلعالي بلبس الشعر والجمال وست فعلا مغرية جدا وابتلت اتردد على البيت وطبعا انت فهمت يا أصحانفي ابتديت وقيم معها علاقة تقريبا طول ما جوزها مسافر أنا كنت الزوجي البديل كل ما تتوقعه أصحانفي شاب وعيش في الغربة وأنا إنسان اجتماعي وهي وفرت لكل شيء أكله شربه هدايا وفلوس وكانت بتقول لي أوعت هيالك إن أنا بديك الفلوس دي علشان بتيجي تعمل معايا حاجة أنا بديك الفلوس عشان عارفة إن جوزي بيظلمك وإنك الشغل اللي بتعمله تستحق عليه أجر أكتر من اللي جوزي بالدهولك أنا بديلك نتيجة تعبك في الشغل مش نتيجة أنت بتيجي تقعد معايا وتعيش لك ساعة ولا ساعتين وترجع وأنا كنت بسدق بقولت الفلوس دي في مقابل الخدمات اللي بديها الجوزة مش عشان اللقاء اللي بيلمعني معا وخالي بالك يا وصحان في مش هي دي حكايتي ولا هي دي اللي مقنبها ضميري ولا حكايتي دي اللي متخليني دلوقتي مش عارفنا هيتي دي واحدة متجوزة وأقمت معها علاقة إحنا مش أنبياء ولا رسل ولا صحاب إحنا بشر وبنغلط عادي غلط صحيح غلطتي كانت متكررة تقريبا جوزها بيسافر يمكن كل أسبوعين ثلاثة بيغيب أسبوع كنت أنا الزوج البديل وأحيانا كنت ببيت عندها وبنتها عمرها ما حسد بينا تحس إن هم كل واحد عايش في جزر منعزلة بس ببيت وأنا كنت ببعث كل الفلوس على والدي ووالدتي والأمور كانت مترستاء واكل شارب نايم ممتع نفسي وبقول أنا شاب وبغلط وربنا يتوب علي وكنت بصلي عجولي يا رب توب علي وبعد عن الشيطانة لكن لسه حكيت يا أسحاب من خلال بقى وجيدي في البيت ومن خلال ترددهم علي في الشركة البنت فوجيت إن هي بعتالي اللي عندها سوى 11 سنة بعتالي رسالة على الوطس بيطولي أنا معجبة بي طبعا بنت مراقة وأنا كشاب وبتكلم كويس وإنسان اجتماعي البيت تعلقت بي وبدل ما صدها شجحتها وبدل ما أقول ده أنا بعمل مع أمها علاقة كمان هعمل مع البنت يعني أنا برتكب المعصية وكمان هجمع الأم والبنت أنا عارف البنت عايزاني بر لكن للأسف الشيطان غواني وبتقيت أعمل علاقة مع الأم وشجحت البنت إن هي تبعتلي في وقت تكون أمها مش موجودة في البيت فأي وقت أمها كانت بتزور أهلها تبعتلي هي تتحجج وتقول له أمها أنا أقع وتبعتلي والبنت للأسف كانت عزراءها وصحنا وكت أنا أول واحد ألمسها وتحولت من عزراء إلى سيدة وعشت معها زي ما كنت بعيش مع أمها لغيت ما في يوم الأيام تبدأ حكايتي اللي مش عارف لها آخر فجاءت البنت بتكلمني بتقول لي أنا خايفة خير يا حبيبتي قالتلي أنا خايفة أنا أحسة إن حعمل في الوقت ده يا وصحان في الدنيا لفت بي ده أنا غريب والراجل بيعملني معاملة بشعة ولو عرف مش هينزلني البلد ده هيدبحني ويدفني كنت لازم لأتصرف بسرعة اتصلت بأخيها في البلد إلحق ابعتلي أول ما ردنا عليك ابعتلي رسالة على الوطس قل لي أمك ماتت ليه بتقول كده هرم عليك قل كده ومالكش دعم وفعلا عملت نفسي في الشركة هنا قاعد ينبي صاحب الشركة الرسالة جات لي أمي أمي ماتت لازم أسفر مصر دلوقت والراجل الشارس اللي كان بيعملني ساي أول ما شاف دموعي وتمثيلي أعطاني بصبوري وقال لي انزل وكمان أعطاني فلوس وقال لي خلص والدتك ويابني وتعالى ربنا يصبرك وربنا يرحم والدتك في خلالي أوصحانفي يومين تلاتة كنت مسافر سبت البنت عمري ما فكرت في أمه طغور شطانة لكن البنت سبتها معرفش عنها هي حاجة يطر حامل يطر سقطت نفسها يطر أمواتت نفسها يطر أبوها عرف يطر أموها عرفت تب عملوا فيها ايه تب هتتجوز ازاي ده بلد منغلقة على نفسها مش تطر تعمل حاجة سبتها بكل نادالة وقزارها وصحانفي ودينا عايش حياتي وتجوزت لكن سعيد كل ما تفكر البنت دي وهي بتولي الحاني ده أنا حامل وعملت بلوكات وقصرت رقم عشان ما حد يشو صل وجبت شريحة جديدة علشان لا خلي الستة تتواصل معايا ولا البنت تتواصل معايا ولا أبوها حتى يتواصل معايا تبعوا سسحانفي أنا دلوقتي دي حكاية المستخبين بس ما انتهتش نفس استريح نفس عرف مصير البنت اللي عندها 17 سنة اللي أنا قضيت عليها بس والله أنا كنت بعمل كده كنت متدايق من أبوها وكنت بعمل معامراته كده عشان كنت متدايق من أبوها أو جوزها تبعوا سسحانفي أنا في الغربة وكنت الوحدي لا لقيت حدي ينصحني ولا لقيت حدي يهدي لا لقيت نفسي وحدة بتغريني وبنتها بتبعتلي وبتقول لي أنا مؤجب أبيك إيش تنضحك علي وعملت علاقة معلومة وللأسف نهيت على البنت كنت ممكن أعمل إيه كنت ممكن أستمر يا سسحانفي طب البنت لو كانت حامل كنت أقول لي أبوها إيه كنت أقول لي أمها إيه أمها عارفة أن بعمل معها علاقة يعني الأم هتقول لي بنتها هتقول لي تجوزها ما هي جوز وأمها وعمرها ما هتقول كده لأن ما ينفحش مدام أقمت علاقة مع أمها ما ينفحش أخذ بنتها يعني الأم أول واحدة هترفض أن أنا أتجوز بنتها والأب لو يعرف مش كان هيطبحني تبقي واحد ما كانت كان هيعمليه أنا عايز كل اللي يشايفين يا سحانفي أو كل اللي يسمح حكاية يقول لي لو هو مكاني كان عملي كان هيواجه المواكهة يعني الموت في بلد غريبة كان ممكن أهلها يمسكوني يوروني العذاب أشكال والوان قبل ما يموتون وعمر ما كنت قادر أتجوزها لأن أمها ما كانش أتواف لأن أمها عارفة أن لا هيجوز شرع أن أنا أتجوزها والبنت طب اللبطناها كنت رايز ما آخر بيهو سحانفي ولا كان في حل تاني أنا عايز الناس تكلمني كنت ممكن أعود ولا أي حد مكاني كان هيبقى بالوساخة والندلة والقزرة دي ويرجع على بلده يحتمي بيها فواسط أبوه وأمه وأهله وأخواته كنت هواجه مين في الغربة مين كان هيقف جنبها في الغربة البنت قاصر ولو الأب كان عائل وده طبعا مش ممكن كان هيبلغ عن الشرطة هيقول لك قاصر ما بنته اللي كانت بيستفد تفتح للباب وهي اللي كانت بتهيئة للموعيد وهي مقاومتنيش دي شجعتني لغيت ما عملت معها كده بس أبوها كان هيعترف بكده قانونهم كان هيعترف بكده أهلها كان هيعترف بكده كان كله هيدوس علي هل كان في حد من اللي شايفيني وسمعيني دلوقت كان هيبقى عنده الشجاع اللي يقول كنت هقف وهقاوم واشوف كنت هتعمل ايه أنا ما كنت شادر أتجاوز البنت حتى لو ما عملتش علاقة مع أمه كان أبوها مش هيوافق طيب كنت هعمل ايه يا جماعة بقول لي نفسه كنت لازم أعود طيب من كده معنا كده أنا باعكم على نفسه بالموت كنت لازم أنزل وهرب لأن غلطة كانت منها موتي لو كنت قاعد بس أن كله بيعزبني كل ما تفكر البنت وهي بعد تالي بتقول لي أنا باقيني حامل منش عارف ما وصلها كان أبوها والله هيتبحها وأمها ملايش كلمة على أبوها الأب هناك قاسي والكلمة كلمته ما فيه الست لها كلمة على رجل في البلد دي الرجالة بس هم ليليهم الكلمة يعني حتى أمها لو عايزة ساعتها مش هتعرف لو عايزة تنقصها مش هتعرف لو عايزة تخركها من البلو اللي هي فيها مش هتعرف والأم مش هيرحم والأب مش هيرحم لكن هيرحمها هي ولا يرحمني طب قولي لي كنت هعمل يا جماعة عارف أني ندله قازر بس كان فيه بديل عارف أني إنسان تجرط من كل إنساني دي بس كان فيه البديل اللي عنده البديل يقول لي عليه يكتبوه لي إيه اللي كنت ممكن أعملوه هيقول لي ما كنتش غلط كلنا بنغلط مفيش حد ملاك وأنهي واحد من اللي شايفيني دلوقتي شايف واحدة جميلة وبنته كمان صغيرة واللي اتنين عايزين هو أنا مين هو أنا سيدنا يوسف أم بخبرة وجمال ضعفت معاه والبنت صغيرة وعايزاني ضعفت معاه ما حد يش يلومني على حاجة أنا ما قدرتش أقوم نفس فيه غلطان ومعترف وعارف بس ربنا بيسامح لكن المشكلة في البنت اللي حامل دي لو كانت حامل وحتى لو ما كانتش حامل هتعمل إيه في مصابتها بعد أنا ما نهيت عليها بس برضاه تبقى تتجاوز إزاي بس أنا عارف إن هي فعلا حامل البنت فعلا كانت بتبكي وبيتولي وبيتولي هتصرفي إزاي أنا مش عارفة البيت صغيرة وأنا بكل ندالة خدت هدومه ونزلت بخذعة عملتها على بوم وقولت أمي ماتت قل له صحنف أعمل إيه في حكاية اللي مش عارف لها النهاية يا طرى البنت ماتت يا طرى البنت سقاطت اللي بطنها يا طرى ابني ماشي دلوقت على رجليه ما ممكن يكونوا جوزوها لحد ويبقى ابني عايش مع واحد غيري يكونوا سقاطوها تكون البيت ما تجوزتش حكاية اللي مش لها آخر يا صحنف حكاية ملهاش آخر وقل طول مه ملهاش آخر طول مع عذابه مستمر تبلغت إمتى أدي حكاية يا صحنف يحكي يا وقول للناس لو كانوا مكاني بس محدش يقول لي كنت هقوم كنت هعمل إيه وقولوا لي يا جماعة الحل أنا عايز أستريح من معاناتي عايز أعرف مصير البنت دي ايه ممكن تشقدر أسافر تاني تعال نشوفوها ومسطرها ازاي السلام عليكم وصحنف اسمح لي أحكي حكاية أحكي لحضرتك حكاية اللي فعلا أنا مخبية مخبية جوة قلبي من سنين طويلة والزمن مش قادر يخليني أنساها لأني معرفش نهاية لحكاية للأسف أحكي حكاية اللي بدأت من 11 سنة سافرت لدولة العربية لا داعي لذكر اسمها سافرت وأنا لسا مخرج من كلية ويا دوبا خلصت جيشي وربنا قرمني بعقد وسافرت وهناك الوحدة وعدم وجود أهلك جنبك بتشعر بوحدة قاتلة وفراغ القاتل بيخليك عرضة للفتن هناك تعرفت على زوجة الرجل اللي بعمل عنده وكان راجل شرس صعب جدا ما عليش يا وصحنا فأنا مبعافش أكتب أنا حكيت له كل حي بس أنا زي بعض وأنت عارف الملخص وأنا هكتب على قد مقدر كان راجل شرس جدا وكان بيعاملني زي ما يكون أنا عبدا عنده لكن عشان لهم تلعيش استحملت واشتغلت وإهنته وتنمره علي كنت بعمل نفسه من السامة ولكن جوايا إحساس إني لازم أخد حق منه وفعلا خلال أيام كان الزوجته بزوره هو وبنته الشاب تعرفت عليهم وسبحان الله الزوجة ستة طيبة وكريمة جدا وبنته عندها 17 سنة طالبة وصار الزوجته وبنته يتردتان على محل عام الجزر حتى صارت هناك ألفة بيني وبين الزوجة وابنتها وبسبب صفر الزوجة الدائم لجلب البضاع اترددت على منزلهم بحجة أني غريب وعايزة توكني أكل بيتي وأكل مصري أكيد وحشك يا مصر وطبعا لما أتردد وذهبت وأنا أعلم أني زوجها مسافر بالفعل كنت أعلم بنواياها جيدا وسلمت لها نفسي وتكررت اللقاءات بيني وبينها وصارت بالنسبة لي شيء عاد أتردد عليها وأضي معها عدة ساعات اللي بربي رغبتي فيها الدنيا وكانت تعطيني أموال كتيرة جدا وهدايا ليس مقابل ما أفعله معاها ولكن مقابل أني بشتغل عنده جسر وأن جسر ما بيدينيش المقابل المناسب لعمل من هنا أو سحنا فيه دي مش حكاية المستخبئية لا لسه لأن يا ما في زوجات خيانات كتير لكن حكاية للأسف بدأت عندما أصبحت ابنتها تتودد لي حتى للأسف أعترفت لي بحبها برسالة على الواطس وبالفعل شجعتها واستطحت أن أجعلها تفعل أي شيء أريد حتى أقنعتها أني أقابلها في البيت عندها فأي وقت تكون أموها مش موجود وبالفعل رتبت لي اللقاء وذهبت إليها للأسف أسحنا في مرحة مارست معاها وكانت بنت عزراء وتركتها وهي سيدة وكنت سعيد جدا وكأنني انتقمت من أبوها وتقررت اللقاء بيني وبين البنت وأيضا أمها وكالهما لا يعلم علاقتي بالآخر حتى حدثت الكارثة وكلمتني الفتاة أنها تشعر أنها حامل هنا بكل ندالة وقزارة وأقول زي ما أنت عايزت اتقصت قراري وأقنعت رب العمل أن والدتي توفت وجعلت أقي أرسل لي برسالة على الوطس أن والدتي توفت وبالحجة رجحت إلى بلدي بكل خصة وأعار ولا أعرف ماذا حدث للبنت أنا لا يهمني أمر أمها لأن الأم خيلة لكن ما يهمني مصير هذه الفتاة المسكينة أني أتعذب من لحظة من لحظة ما قالت لي أنها حامل ولا أعرف ماذا حدث لهذه المسكينة بس ما كنش في إيدي حاجة يا حنفي خالص أعملها أنا كنت غريب وأبوها وأهلها ما كانش هيرحموه أنا جابان أيه قزر أيه بس أنا دلوقتي عايز أستريح وعايز أطموه هل ابني موجود دلوقتي هل البنت دي أهلها سابوها ولا موتوها والأعملوا فيها أنا مش هادر أعيش يا حنفي ولا قادر أتحمل المعاناة دي أدي حكاية شاب بتغرب في بلد ملوش حد فيها والشيطان واسوس ليه والزوجة وبنتها سعدوه قل لنا بنغلط قل لنا نسأل السؤال ده لو البنت دي قالت لك وكل اللي شايفيني أنا أعتبر نفسينا مكان الشاب ده وقالت لك أنا حاعمل كنت هتتجوزها إزاي وأنت على علاقة بأمها الشرع لا يسمحها طب كنت هتواجه أبوها إزاي وتواجه أمها إزاي طب كان ممكن الشيط بدي أعمليه طب لو البنت دي ولدت بالفعل الشاب ده يقدر يعمليه أسئلة كتير قوي الشاب ده بيتعزي يا ريت نؤثر نقول له يعمليه دي حكاية المهار أكيد بكرة في حكايتين وأكيد برضو حكاية مستخبية انتظرون شكرا